بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مباراة تحملها كولر وإدارة النادي الأهلي ومجموعة من اللاعبين يخسر النادي الأهلي في افتتاحية مبارياته في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكن قبل ما تكلم عن أي حاجة صلع الحبيب ولايك عشان الفيديو ده يوصل لكل الإعلوية اللي كانوا بيهاجمونا لما كنت بنقول الأهلي محتاج صفقات الأهلي محتاج مهاجم الأهلي محتاج مهاجم الأهلي محتاج لعيبة كانت الناس بتطلع تهاجمنا في الفيديوهات نخش على طول صلع الحبيب وزي ما قلت لك لايك لهذا الفيديو في مباراة النادي الأهلي بيمنح فيها فرصة الحياة وقبلة الحياة لنادي الهلال السوداني اللي النهاردة لو كانت عادل فقط النادي الأهلي كنت كده بتقلص من واحد من اللي ممكن يعكننه عليك أو ينفسوك في المركز الثاني أو في المركز الأول وكدت تبقى الموضوع كله ما بينك وما بين سانداونز طول المجموعة تقعدوا أنتوا الاتنين تنفسوا في بعض مين أول مين تاني مش مشكلة لكن النهاردة بخسارة النادي الأهلي أنت بتدخل الأمل في قلوب كل السودانيين وفريق الهلال وجمهور الهلال النهاردة بخسارتك أنت بترجعهم تاني للبطولة لأن عندهم مطشين رايح جاي مع حصلت المجموعة لو نادي القطن الكاميروني هيكسبوهم 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 هيتبقى له مطشين مطش على أرضه مع سانداونز والله أعلم وقتها سانداونز هيبقى صعد وضمن السعود ولا لأ هيلعب بكامل قوته ولا لأ ومطش في القاهرة أمام النادي الأهلي نهاردة مارسيل كولر تفنن تفنن في كيفية خسارة النادي الأهلي لهذه المباراة يعني أنا أفهم طالما أنت فرقة وقف على رجلها فرقة عاملين أداء شكل جيد فيه كاس العالم للأندية ومحدش يقول لي إجهاد وإرهاق لأنك بقالك أسبوع مريح بقالك أسبوع واخد راحة من مطشاط وأي حاجة مريح وخده 48 ساعة راحة سلبية نهاردة من المفترض أنك ألف به تدريب تلعب كل لعب في مكانه طالما ما فيش إصابات ما فيش مشاكل نهاردة أتفاجئ أن حسين الشحات بيلعب ثالث في نص الملعب مباراة بتلعب الساعة 3 العصر يعني محتاج مجهود بدني كبير جدا خلال هذه المباراة ومن المفترض أنك تقسم مجهودك واللعيبة اللي أنت محتاجها ومش هتقدر تجري في الحر ده أو في الجو ده أو في التوقيت ده أمن نص ملعبك ماشي كورة خزن أو احفظ المخزون البدري بتاع اللعيبة بتاعتك والشوت التاني اعمل اللي أنت عايزه لكن ألعب لاعب زي حسين الشحات في مركز صانع الألعاب والعب باتنين بس في نص الملعب اللي هما ديانج وحمل فتحي ويتهلكوا في الشوت الأولاني ونجي الشوت التاني من لقهمش ده خطأ فني من المدير الفني مارسيل كولر ألعب بطاهر محمد طاهر اللي بقاله خمس شهور ما بيلعبش أو شهرين ثلاثة ما بيلعبش ما خدش خمس دقيقة على بعض ألعب بيه المطش كامل ألعب بيه المطش كامل وشايفه مش قادر يجري يعني طول المطش طار محمد طار بيتمشي في الملعب الكورة بتروح له الله ما يلا بس آخر خمس دقيقة في المطش كله بدأ يتحرك وتحركاته كلها غلط والكور اللي كانت بتروح له كانت بتتقطع منه لا عارف يلعب أدوار هجومية ولا عارف يقوم بأدوار دفعية ولا عارف يعمل أي حاجة في أي حاجة بيرسي تاو لعيب قصير لعيب تلعب عليه محطة ازاي تلعب له كرات طويلة ازاي مجموعة من الأخطاء من المدير الفني في البداية كان من المفترض عليك كمدير فني للنادي الأقلي انك تبدأ بتلاتة في نص الملعب انت لسه جاي بالقندوسي لسه فريش لمجهد ولا مرهد كنت ابدأ به وحطه مع ديانج ومع حمدي فاتحي كنت ترمح سين الشحات مكان طاهر اللي غير موجود تماما كنت تلعب به محمد شريف مهاجم على الأقل وهو يهد شوية في الفرقة بتاعة نادي الهلال السوداني وجهت نظري لكن اتفاجئت النهاردة ان كولر بيلعب بكده الشوت الأول انت بتلعب ناقص اثنين لعيبة ومع هذا اتيحت لك فرستين تخلص انت في الشوت الأول مضيع فرستين فرستين بجنين منهم واحدة تعتبر ضرب الجزاء يعني انا مش عارف حسين الشحات تفنن تفنن في اضاعة الفرصة دي كورة على نقطة الجزاء منطقة الجزاء اللعيبة كلها وقفة الجم الشايف قدامه حطها في اي زاوية في الشبكة تخش يمين جون شمال جون فوق جون اي حطة هتجي جون إلا انك تضعها برا الجون خالص إلا انك تضعها برا الجون خالص في الدقيقة الخامسة كنت ممكن تقتل المطش في الدقيقة الخامسة كنت ممكن تخلص اي حاجة في المباراة ما كناش هنشوف تضيع الوقت ده كله في المطش ولا اللعبة اللعبة كل شوية تتلمس تقع تموت ما كنتش هتشوف ده كله كنت هتلاقي لعبة الهلال هي اللي بتجري ويفتحوا خطوطهم وتقدر تحط بدل الجون اثنين وثلاثة لكن زي ما بقولك جات لك فرصة ما استغلتهاش اتفه فرصة هتخش فيك اتفه فرصة هتخش فيك واسهل فرصة هتخش فيك نادي الاقل ضيع جنين الشوت الاولاني ما يضعوش كورة حسين الشحات في الدقيقة خمسة ضرب الجزاء او احسن كمان من ضرب الجزاء وفي الدقيقة حاجة وثلاثين الاخ برستها وكورة له اتسقطت له على راس الستة بس معرفش يلحقها والمدافع بتاع الهلال السوداني الشوت التاني طبيعي بقى انك تنزل بقى تعمل تغييراتك تحط اللعبة بقى في اماكنها اللعبة اللي انت كنت بتحفز عليها عشان المجهود للشوت التاني ابدأ بقى اخش الشوت التاني بالتغييرات ولكن نقطة سلبية هتبدل في مرسيل كولر ان اول تغييره هو زي ما يكون كده ايه حافظ وخلاص ان انا اول تغييره اعمله طبعا كولر مدرب كويس جدا بس انا بقولك نقطة سلبية كبيرة عنده انه ما بغيرش اللي بعد الدقيقة ستين وكأنه قرآن منزل بالنسباتك ماينفعش غير قبل الدقيقة ستين الدقيقة ستين ابدأ غير انا ما بتفاعلش اللي بغير بالدقيقة ستين فانت الفرقة بتاعتك واع احنا قولنا هننزل الشوت اتاني اللاعبة هتاخد مية سخن في قط اللبس هينزلوا ياكلوا انجيلة هنشوف حاجه تانية لنعم انه سبيخوا هنعمل かسنطور حاجه مم آشي نعمل فعامل اللعبة نزل لم تتظه�� قدامها اللعبة نزل عمّ ياكمية ميز باص عمّا ياعمل توادي اللاعيبة بتاعت الحلال оф وعاملين نودي اللاعيبة بتاعت الهلال انفراضات smashed وعدّنا نودي اللاعيبة بتاعت الهلال ودخلنا الهلال اللي نزل بني دخلته في المطش بأكتر من كورة لحد ما جاءت الكورة اللقطة بتاعة الفاول بتاعة الجول طبعاً بقلنا سنين بنقول الأهلي محتاج حرس مرض بقلنا سنين بنقول الأهلي محتاج حرس مرض حتى لو اني عند الشناوي أحسن حرس في أفريقيا فطول ما الشناوي ما عندهش بديل يخاف منه ويخاف انه ياخد مكانه الشناوي هيفضل مستوى حبة فوق حبة تحت مطش حل ومطش وحش ممكن في المطش نفسه يخش فيه جون تافه ممكن يشلك درب الجزاء وده حصل النهاردة وده حصل النهاردة وما تقوليش أصل الشمس انت بتتضرب بالنهار تتضرب في أوقات فيها شمس طبيعي جداً تبقى عارف ازاي تتعامل لما يبقى الجون قدامه شمس واحنا مش هنفضل طول عمرنا بقى كل ملعب بالنهار هلبس جون ولا جونين أصل الجون ما بيشوفش في الشمس اصل الشمس كتضربه في عينه لا يا فندم هو بيتضرب على الحالات دي وبيعرف ازاي يتعامل معاه لكن الكرة تخش فيك بالشكل ده انت حتى وصلت يعني اللعب اللي شاط الكرة الناس اللي لعب الكرة فاهم كرة تفهم الكلام ده اللعب اللي شاط الكرة ما كانش هيشوتها أصلاً لكن انت عمال كل شوية عمال تعمل كده مش شايف فانت وصلت له رسالة انا مش شايف حاجة انت وصلت له رسالة انا مش شايف حاجة فابعتها لي بقى في الشبكة فابعتها لي بقى في الشبكة فطبيعي انها تروح بالشكل ده طبيعي انها تروح بالشكل ده محمد الشناوي مستوى متراجع بقوة محمد الشناوي مستوى لانه ما عندهش بديل قف ولانه ضامن يلعب حلو ووحش هيلعب كل ماتش هلبس جون بسبب الشناوي او اخطاء الشناوي وبعدين ما احترام الكامل يا شناوي بتوع الهلال ناس مش كويسة انا بحاول امسك الفاظي لان في مجموعة من قلة الادب حصلت سواء كان اثناء المباراة او بعد المباراة وقال لك انت خلينا احنا محترمين احنا عالم محترم وعالم متربية انت يا شناوي كابتن الفريق من المفترض انك تحافظ على تركيز اللعبة بتاعتك فرقة قدامك عملت ضيع وقت بكل الطرق الممكنة وغير ممكنة وحكم دلدول واف في الماتش مالوش اي تلاتين لازمة حكم ترطور مالوش اي تلاتين لازمة من المفترض انت اللي تلمي اللعبة بتاعتك وبلاش من رفزة وبلاش عصبية ومراحش اتخاني مع ده ومراحش اتخاني مع ده ما انت اللي مغرقني النهاردة انت رح تتخاني مع مين رح تتخاني مع مين وتعمل مشاكل مع مين دكتور الفريق المنافس يا سيدي خليه ابن ستين في سبعين مالكش دعوه بايه انت تخلي واحد زي دوت مالوش لازمة يطلعك من بره اجواء المطش لايه وتروح تتخاني معالي ايه ما تلمي لعبتك ويلا عايزين يجيب جون بدل ما تتنرفزه احنا مش دخلين عركة احنا مش دخلين خنات شوارع هو حد انت هيفضل الشناوي او لعبت النادي الاهلي مفكرة نفسها انه انا لما عاد اتخاني بقى في الملعب واعمل كده يبقى انا كده وصلت للعب ان انا اروح التشيرت لا دي مش روح التشيرت دي مش روح الفنينة الحمراء روح الفنينة الحمراء ان انا لعب على الجون مش العب على المشاكل مش العب على الخناقات الشوارع حمد الشناوي حتى بعد المباراة رايح برضو عايز يتخاني مع الدكتور بتاع الفريق المنافس اه كان في قلة ادب النهاردة كان في قزارة والفاظ سفلة النهاردة من جمهور الهلال من الصحفيين اللي قاعدين برا في المدرجات بيشتموا النادي الاهلي ويمكن سمحتوا الشتيمة بنفسكم لكن معلش مع احترامي الكامل هم عالم مش نظيفة هم عمل عالم مش محترمة مش مشكلة لكن انا العب في الملعب انا اركز في الملعب ما هو طبيعي ان هو مش هيرميك بالورد طبيعي الجمهور ده مش هيرميك بالورد ولا الصحفيين القذرين دول مش هيرموك بالورد لكن انت كلاعب ركز في الملعب انت مش مطالب ببرا الملعب النادي الاهلي مش بيديك مرتب عشان تطلح تتخاني برا الملعب نادي الأهل اللي بيديك مرتب عشان تلعب فنيات تلعب كورة وكا عادة كولر واقف بيتفرج وشايف الدنيا بايزة شايف طاهر محمد طاهر بيرجع يتمشى شايف بيرسي تاو بيرجع يتمشى الأهل اللي عمال يعتمد على الكرات الطويلة وسايبين نص الملعب خالص لفريق الهلال السوداني وعمالين يلعبوا علينا كرات مرتدة وكابتن ياسر إبراهيم اللي ما بيعرفش يستلم كورة ولا بيعرف يسبت كورة ولو عارف يطلع بالكورة لبسنا برضو في انفراد تاني وكنا هناخد خدوا ضرب الجزاء من حمد فتحي ادريت صدى ليه محمد الشيناوي النهاردة خلي بالك في نقطة مهمة جدا غايبة على ناس كتير بحمد ربنا نرى مدخدش فيها جون تاني النهاردة لأن المواجهات المباشرة هتفرق في موضوع الترتيب بعد كده لأن النهاردة لو كانوا جابوا جون كنت هتبقى مطالب على الأقل لازم تكسب الفرقة دي 2-0 عندك عشان لو تساوت النقاط يبقى ما عندوش الميزة بتاعت انه كسبك على أرضه 2 وانت كسبانا على أرضك 1 فالنهاردة كون ان الشيناوي قدر يسود درب الجزاء كون ان محمد عبد المنعم النهاردة قدر يشيل كورة من قدام لعب وجون فاضي قدامه دي تديك بشرة أو أمل ان الحمد لله الحمد لله انها جات على قد 1-0 اه وكده كده اخسرت 3 نقاط بس مخسر 1 اخسر احسن مخسر 2 احسن مخسر 3 ادارة النادي الاهلي سبب من أسباب خسارة النادي الاهلي النهاردة الراجل طلع 100 مرة في المؤتمرات الصحفية قالك انا محتاج مهاجم انا ما عنديش مهاجم انا محتاج جناح شمال لاجبت له المهاجم ولا جبت له الجناح الشمال وبقالنا 3 سنين بندلل على مهاجم بقالي 3 سنين مش عارف اجيب مهاجم عدل للنادي الاهلي كل مدرب بيجي بيضيع منه بطولات بسبب ان انت ما عندكش مهاجم محترم في النادي الاهلي ما ينفعش النادي الاهلي اكبر نادي في مصر وافريقيا ما يبقاش عنده مهاجم يا كابتن محمود طلع بعد كده مجموعة من المنتفعين في النادي الاهلي الناس اللي بتشتغل في القناة الناس اللي بيبقوا شغالين في الصفحات الرسمية للنادي الاهلي قاعدوا يهاجموا الجمهور وانتو ازاي تقولوا ان الاهلي محتاج مهاجم الاهلي مش محتاج مهاجم عندو محمد شريف عندو كهربا انتو مين عشان تتكلموا انتو ليه تطلبوا انتو تشجعوا بس انا اللي بتحرق دمي كجمهور انا اللي بتحرق دمي كجمهور لكن انت ليه بتشتغل في شركة الكورا يلي بتشتغل في لجنة التخطيط يلي بتشتغل في قناة الاهلي انت الوحيد ال Neither اللي منتفع انت اللي بتقبض فلوش من النادي الاهلي لكن جمهور الاهلي هو اللي بتحرق دمه جمهور الاهلي هو اللي بتحرق دمه نهاردة كابتن محسن صالح انت فين يا كابتن كابتن زكريا ناصف انتو فين يا جماعة انتو فين لعيبة بتلعب بمنتهى الرعونة احمد عبدالقادر بيتدلع عايز رقص بالثلاثة والاربعة وبس مش فارق معه مطش مش فارق معه مطش هل وفرته البديل للشناوي الجيد هل وفرته البديل علي معلول هل جبت المهاجم اللي الراجل عمال يسرخ كل مطش ويعيط كل مطش وقولك انا عايز مهاجم وقلتها لكم قبل كده كولر قال للنادي الاهلي انا محدش يطالبني بالبطولة دي لو ما جبتليش مهاجم محدش يطالبني بالبطولة دي لو ما جبتليش مهاجم على دارة النادي الاهلي من دلوقتي توفر المهاجم اللي مطلوب للنادي الاهلي مع نهاية الموسم دارة النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب رفض ان يكون فيه اي عقوبات مضعفة وطالب كابتن ساد عبدالحفيز بتطبيق اللايحة اللايحة والعقوبات والجزاءات على لعبي النادي الأهلي وطالب كابتن سيد عبد الحفيز بضرورة إغلاق الملف الإفريقي والاستعداد بشكل جيد لمباراة الأهلي أمام أسوان المباراة في مطولة الدوري مباراة برضو هتتلعب الساعة 3 العصر عايز أقول إن كابتن ويا الجمعة يعني كابتن ويا الجمعة كان بيتمطط في الستوديو كابتن ويا الجمعة عمالي عافر في بداية الستوديو مع هيسن مصطفى لعب الهلال السوداني السابق وعمال يتكلم ويدافع عن حوال نادي الأهلي وموضوع المؤامرات اللي بيدعيها جمهور الهلال وإدارة الهلال وعمال يهاجم إدارة الهلال الراجل ما كانش له نفسه يتكلم والعارف يتكلم بسبب الأداء السلبي في الشوت الثاني لعيبة افتقدت لكل لكل معطيات لعب كورة القدم لعبة الأهل النهاردة كانت سبب من الأسباب مارسيل كولر كان سبب من الأسباب إدارة النادي الأهلي سبب رئيسي من الأسباب الحكم الفاجر ده حكم فاجر أنا أجبت لك أهوه بص أنا أتكلم نص ديه على الحكم بس ده حكم أبسط ما يتقال عليه أنه فاجر سمح بضياع الوقت وكل همسة وكل لمسة منهم فاول عملين يضربوا في لعبة النادي الأهلي بكورة ومن غير كورة مفيش أي إنذارات مفيش أي إنذارات نهائيا اللعيبة عمالة كنا رايحين هاجمة مرتدة في الشوت الأولان لو تفتكروا في الشوت الأولان رايحين هاجمة مرتدة في ده 15 تقريبا و رايحين بتاع 5 على 3 5 على 3 بيوقف الهاجمة المرتدة اللعن راح بها انفراد علشان لعيب واقع كان بيدرب طاهر محمد طاهر ده إيه الفجر ده ده أنت حكم فاجر ده أنت حكم فاسد الاتحاد الأفريقي مطالب أن يعين حكام من الصفوة للمتشاط اللي زي دي إنما جايب لحكم موجه للمباراة وحكم فاجر لهذه المباراة هارضي لك للنادي القيل وبإذن الله ما عوضها في المتشاط اللي جاي شكراً لكم سلام عليكم